السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مباشرة وبدون مقدمات أهم أسباب حدوث جلطة دموية في القلب أو المخ أو حتى جلطة في الساق أو الرئتين ارتفاع سكر الدم ارتفاع ضغط الدم ارتفاع الدهون في الدم التدخين البدانة وزيادة الوزن بشكل كبير لكن الأمر الخطير الذي يفعله معظم الناس ولا يدركون أنه أهم سبب لحدوث جلطة دموية لديهم هو عدم تناول الماء والسوائل بشكل كافي فالجسم يفقد سوائل عن طريق التعرق والبول عدم تناول الماء والسوائل بكمية كافية يؤدي إلى خفض قوة الدم وجريان الدم في الأوعية الدموية وبالتالي زيادة لزوجة الدم وبطء جريان الدم في الأوعية الدموية في هذه الحالة الصفائح الدموية تترسب على جدران الأوعية الدموية فتتشكل الجلطات الدموية لذلك المعلومة الهامة الجلطات تزداد في فصل الصيف أكثر من فصل الشتاء بسبب التعرق وفقد السوائل وعدم تناول كميات كافية من الماء لطاويض السوائل التي يفقدها الجسم طبعا تناول الماء بكميات كبيرة جدا وبسرعة يجب الحذر منه فهو يمكن أن يسبب تسمم مائي ووفاة وأيضا المياه المثلجة المجمدة يمكن أن تسبب توقف القلب والوفاة الاعتدال هو الحل في كل شيء يجب تناول 8 إلى 10 أكواب ماء يوميا أقل ما يمكن 8 أكواب ماء في اليوم ودرجة حرارة الماء الأفضل هي درجة حرارة الجو الماء الحار جدا وأيضا المشروبات الحارة جدا والماء المثلج في الحالتين هو ضار وخطر على الحياة طيب ما هو النظام الغذائي المفيد في الوقاية وتجنب حدوث جلطات دموية مفيد جدا تناول البيض السمك لحم الدجاج زيت الزيتون المكسرات الجوز واللوز الخضار والسلطات والأوراق الخضراء الطازجة والمطبوخة مفيد جدا أيضا تناول التوم أنصح بتناوله بشكل يومي فهو غذاء طبيعي هام في منع تشكل الجلطات مفيد أيضا تناول البصل والفليف للحمراء الحارة الفلفل الأحمر مفيد أيضا تناول الشاي الأخضر الذي يحتوي على مركب الكيرسيتين المفيد في منع تشكل الجلطات إضافة إلى أن الشاي الأخضر مضاد التهاب ومضاد أكسديل مفيد أيضا تناول الكركدي وهو مشروب مفيد لخفض وضبط ضغط الدم وعن تناول الكركدي قبل النوم بحوالي ساعتين إلى ثلاث ساعات فيقلل من فرصة حدوث جلطات القلب أو حدوث نوبات وأزمات قلبية أيضا مفيد تناول الكركم شاهدوا فيديو الكركم هام جدا وموجود في قناتي لكن الكركم مفيد بجرعة صغيرة حوالي 60 إلى 100 ميلي جرام من الكركمين أو ما يعادل نصف ملعقة صغيرة تقريبا ويجب عدم تناوله بجرعات كبيرة فله آثار جانبية عديدة يجب تقليل ولا أقول الامتناع تقليل تناول الكربوهايدريت والحلويات والنشويات والكعك والماكرونا والابتعاد عن تناول السكر وزيوت القلي النباتية المكررة السائلة والمهدرجة وأنصح باتباع نظام سيام متقطع فهو هام جدا في الوقاية من الإصابة بأمراض عديدة وبشكل خاص الوقاية من حدوث جلطات دموية وأود أن أشير إلى أن مرضى السكري ومرحلة ما قبل السكري يعني مرحلة مقاومة الإنسولين هم أكثر عرضة للإصابة بالجلطات الدموية بسبب ارتفاع سكر الدم لديهم والأشخاص الأصحاء غير المرضى وغير المصابين بالسكري أو مقاومة الإنسولين هؤلاء الأشخاص إذا كانوا يتناولون السكر والكربوهايدريت بكميات كبيرة فهم معرضون أكثر من غيرهم للإصابة بالجلطات الدموية طيب ما قصت الجلطات الدموية وحدوثها الساعة 8 صباحا؟ وهل فعلا الاستيقاظ أربع فجرا يحمي من الجلطات؟ دراسات عديدة أشارت إلى أن معظم الجلطات حوالي 80% من جلطات القلب والمخ تحدث 8 صباحا ويعتبر هذا التوقيت هو أسوأ وقت للشرائين فعند النوم الدورة الدموية تبطأ وللحفاظ على سيولة الدم وعدم حلوث جلطات يتم إفراز مادة عند النوم تقوم بتضييق شرائين الجسم من أجل تحسين الدورة الدموية وضخ الدم خلال ساعة النوم أكبر تضييق يحدث في الشرائين هو الساعة 8 صباحا لذلك توقيت 8 صباحا هو أسوأ توقيت لأن الشرائين تضييق بشكل كبير مما يسبب حدوث جلطات دموية في القلب والمخ لذلك من يستيقظ أربع فجرا لعدة دقائق سواء من أجل الصلاة أو من أجل الحركة في الغرفة لدقيقتين أو ثلاثة أو من أجل شرب القليل من الماء أو من أجل التبول مجرد الاستيقاظ يجعل هذه المادة تتوقف عن الإفراز وتنزل إلى صفر فتتوسع الشرائين ومع الذهاب مرة أخرى للنوم تفرز المادة مرة ثانية من جديد لكن هي لن تسبب التضييق الشديد في الشرائين وحدوث جلطات دموية عند الساعة 8 صباحا أنصح الجميع وخاصة من يتناول السكر والكربوهايدريت والنشويات بشكل كبير يوميا وأيضا مرضى السكري ومرضى مقاومة الإنسولين ومرضى الضوط والمدخنين أنصح الجميع الاستيقاظ في وقت الفجر ولو لدقائق معدودة وبعدها العودة للنوم طيب كيف يمكن أن تحمي نفسك من الجلطات وبدون استعمال أدوية بدون أسبرين وبدون وارفرين وبدون مميعات فبعض الأشخاص يتناولون الأسبرين لحماية أنفسهم من حدوث جلطات بدون استشارة طبية هذا ممنوع تماما وله آثار خطيرة لحماية نفسك وحماية قلبك ودماغك من الجلطات أنصحك أولا وأهم شيء بتناول حوالي 8 أكواب ماء يوميا وتناول السوائل الدافئة شاي زهورات زنجبيل مريمية وغيرها طبعا بدون سكر وفي الجو الحار قد يحتاج الجسم لكمية أكبر من السوائل حوالي 10 أكواب ماء أنصحك أيضا بالعمل على تحسين تدفق الدم بجسمك من خلال المشي والحركة وتحريك عضلات اليدين والقدمين والرأس أثناء الجلوس لفترات طويلة أو خلال العمل في المكتب أو العمل على اللابتوب والموبايل من يستطيع أن يمشي فليمشي ومن لا يستطيع المشي فليحرك يديه وقدميه وهو جالس هذا يساعد في تدفق الدم والتوجه للقلب وتحسين عمل القلب وتسريع النبض وتحسين جريان الدم ومنع حدوث لزوج الدم والتقليل من حدوث الجلطات أنصحك بتقليل تناول الوجبات الجاهزة والمياه الغازية والعصائر حتى لو أنك شخص غير مريض فجميع هذه الأطعمة تتحول إلى سكر في الدم وتسبب التهاب أوعية دموية وإمكانية حدوث جلطات دموية أنصحك بالعمل على ضبط سكر الدم لديك إذا كنت مريض سكري أو مريض مرحلة ما قبل السكري يعني مقاومة الإنسولين أو حتى كنت شخص غير مريض يجب أن تقلل من تناول السكر والنشويات والكربوهيدريت فتناولها يسبب التهابات في الأوعية الدموية وترسبات وتصلب شرائين وإمكانية حدوث جلطات دموية أنصحك بالتوقف عن التدخين الذي يسبب التهاب في جدران الأوعية الدموية وترسب للدهون وحدوث جلطات سواء كنت تدخن سجار أو سجارة أو أرقيلة أو نرجيلة طيب ما هي أهم الإشارات والعلامات التي إذا ظهرت فإنها تدل على احتمال الإصابة بالجلطة في القلب أو الدماغ وأحيانا في الرئتين أو الساق من أهم العلامات صعوبة في التنفس عند القيام بأقل جهد وأحيانا خلال المشي أو صعود درج وهذا قد يكون إشارة لحدوث جلطة في الرئة أو في القلب من الإشارات الهامة تشنج وألم نابض في الساق وحدوث شد في أسفل الساق فقد يكون هناك تجلط بالأوردة العميقة في الساق من الإشارات أيضا وبشكل مفاجئ ارتفاع ضغط الدم وأحيانا هبوط ضغط الدم ومن الإشارات أيضا ظهور تورم باليد أو الذراع أو الساق أو القدم وهذا التورم يحدث عادة في طرف واحد وليس في الطرفين من الإشارات أيضا حدوث تعرق غزير وشحوب الجلد وأحيانا حدوث إحمرار بالجلد من الإشارات أيضا وبشكل مفاجئ وبدون أي سبب واضح حدوث تسرع نبض وعدم انتظام بالنبض إذا ظهرت هذه الإشارات والعلامات عندك لا سمح الله في شكل مفاجئ يجب استشارة الطبيب مباشرة وإذا كانت عندك من فترة زمنية معينة فأنصحك أيضا بإجراء استشارة وفحوصات طبية لوضع تقييم دقيق وخطة علاج دقيقة طبعا ظهور علامة واحدة من هذه العلامات يمكن أن يشير لحدوث جلطة لكن ليس بالضرورة أن ظهور علامة واحدة يشير إلى ذلك دائما قد تظهر مع الجلطة عدة علامات وإشارات وأحيانا تظهر كل هذه العلامات أبعض الله عنكم وعنا وعن الجميع الأمراض والجلطات الدموية شكرا لكل من يدعم قناتي بمشاهدة كل فيديو من بدايته حتى نهايته وشكرا لكل من يكتب مجموعة من التعليقات على الفيديو الواحد فهذا يلعب دور أساسي بنجاح قناتي واستمراريتها وشكرا لمن يشاهد فيديو لي من أجل الثقافة والفهم والمعرفة وأيضا من أجل دعم هذا الفيديو نعم هو يدعم الفيديو والقناة ويكتب لي في التعليقات شكرا دكتور نوار شاهدت الفيديو كاملا وكتبت لك تعليقاتي رغم أنني لست مريض بكذا وكذا أنا اسمي فلان من البلد الفلاني أريد دعم الفيديو ودعم قناتك شكرا لكم جميعا تابعوني دائما كونوا بخير بإذن الله كنت معكم أنا الدكتور نوار علي بحفظ الله ورعايته شكرا لكم